الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الاستقامة من أعظم ما يجب على العباد أن يستقيم على طريق الله فلا يفعل إلا ما أمره به ويجي تنب ما نهاه عنه فيكون في طريقه في طريق النبي ومن معه وما أعظمه من طريق قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك هذا طريق الشرف ولذلك أراد الكريم أن يلحقنا به فقال لنا فاستقيموا إليه واستغفروا متى استقام العبد على أمر الله فهو في كنف الله وفي أمان الله وفي رعاية الله وبالتالي فلا خوف عليه ولا حزن قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمرهم إلى الله لا تخف عليهم أبدا بل في أحلك اللحظات وهم على فراش الموت قال تعالى في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال كثير من المفسرين كالإمام مجاهد وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم تتنزل عليهم الملائكة وهم على فراش الموت تتنزل عليهم الملائكة حيث يعاين ما لم يروه من قبل كشف عنهم الغطاء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم الاستقامة طريق جليل آخره بشرى وتهنئة من خلق الله المكرمين ولذلك أمرنا الله بأن نكون من المستقيمين فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واضب على هذا الطريق حتى تلقى الله وأنت على استقامتك أمر حتى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى له واعبد ربك إلى متى يا رب حتى يأتيك اليقين يأتيك الموت ومتى استقام العبد وضع له القبول في الأرض قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا آمنوا فقط لا وعملوا الصالحات استقاموا على أمر ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود ود وقبول في قلوب الصالحين قال خير النبيين عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبداً أهل الاستقامة الذين لا يفعلون إلا ما أراد الله فيحبهم الله إن الله إذا أحب عبداً نادى يا جبريل إني أحب فلاناً باسمه فأحبه يا جبريل قال صلى الله عليه وسلم فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض هذا في دنيا أما عن أخرى قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حوله الاستقامة أمر من أجل ما يكون أمر يدل على فهم صاحبه حيث وزن الأمور بمقاييسها الحقيقية فرأى الأمور على ما هي هذا راعي للغنم على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسير تجاه مكة فيرى راعي للغنم ومعه عبد الله بن دينار فأراد أن يختبر الراعي وأن يختبر استقامته فقال بيعني شاه من تلك الغنم قال إني مملوك الغنم لصاحبها حتى أنا مملوك عبد لست بحر قال كل سيدك أكلها الذئب وخذ المال قال فأين الله ها هنا ظهرت الاستقامة التي حركت قلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى وصل لسيد هذا العبد وما تركه إلا بعدما حرره وأعطقه وقال له أعتقدك تلك الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده المستقيمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته يأجمعي ترجمة نانسي قنقر